أستاذ عادل يعني وإحنا بنتحدث عن هذا الاستحقاق الانتخابي وحضرتك كيمكن قبل ما نخرج فاصل كنت تتكلم عن فكرة الحياة الحزبية وعودة الحياة الحزبية مرة أخرى للشارع المصري كنا بالفعل بنعاني من غياب للحزاب السياسية عن الشارع المصري المواطنين حتى ما كانوش عارفين الأحزاب اللي موجودة كان فيه عدد كبير جدا من الأحزاب مش عارفين ايه الأحزاب اللي موجودة مش عارفين كل حزب انتماءاته ايه توجهات يتبنى اي افكار لكن يمكن مؤخرا بنتابع الحوار الوطني ونقاشات تحت سقف واحد لايدروجيات وافكار مختلفة شايف حضرتك المشهد السياسي في الشارع المصري لأي مدى تحول اعتقد انه حصل تحول كبير جدا يعني خلي بالك هناك بعض النظريات فيه مسألة الحياة السياسية تسبق بالحياة الاقتصادية يعني عملية التنمية فيه اولويات وهي تبقى نظريات يعني واولويات وفقا لطبيعة القيادة في اي دولة اعتقد انه كان هناك اوليات اوليات في مصر الاول انت كنت خرجة يعني دولة تكاد لا تكون موجودة دولة مهددة في حدودها فكان هناك اولويات الامن القومي اولا بعد 2013 ومع تولي الرئيس عفتاح السيسي ان يكون هناك دولة ضامنة وحامية لحدودها ثم اعادت بناء مؤسستها الوطنية ثم بعد ذلك يعني مسألة ان محاولت النهود اوقف النزيفة الاقتصادي ومحاولت النهود والبناء في كافة المجالات اعتقد انه المرحلة حالية والقادمة باذن الله هتشهد يعني هناك اثراف الحياة السياسية الحزبية تحديدا نبقول ان هذه الانتخابات يعني لفتت الانتباه وفتحت الايون ان لدينا حياة حزبية حقية بدليل ان عندنا تلت رؤساء حزاب دفعة واحدة بيتنافس في اعلى انتخابات او اعلى استحقاق سياسي عندك او انتخابي في مصر هو الانتخابات الرئاسية اعتقد انه ده ايجابيات كثيرة منها انه على اقل قادي هناك ثلاث احزاب ان بدأوا يعرضوا افكارهم بدأوا يكون لهم كمان مؤيدين بالتأكيد يعني انا كمرشح رئيس الجمهورية الحزب سين مثلا بالتأكيد ان طوال فترة الدعاية الانتخابية بالتأكيد هناك من سوف يقتنع بافكاري وبطرحي وببرنامجي فبالتالي انا اعتقد ان ده كمان اللي هو بنسميه بقى نوع من الاندماج والانخراط في العمل السياسي من خلال اطار شرعي هو الاطار الحزبي فانا اعتقد انه انه هذه الانتخاباتها كلها تأثير ايضا على جانب الحياة الحزبية في مصر وده دور ايضا على الحزاب عليها انها تتحرك عليها انها تتواجد في الشارع المصر وبين الشعب لا تترك الساحة فارغة او خالية امام اهل الشر وامام الشعاعات وعمل دعاية الكذبة لسه طرة على وعي المصري اللي نحن بنعيش معركة وعي المعارك المعارك بشكلات تقليدي يعني لم يعد هو الاساس امام المعركة وتحديدا مع الشعب المصري الكثيرون راهنون على وعيه فلا نترك هذه المساحة خالية انه الحزاب عليها تور يعني الارقام اللي واحد بسمعها عن عدد الحزاب في مصر ارقام لاستهينة تكلم على 105 حزب فده رقم كبير جدا يعني نتمنى انه الحزاب التقليدية ترجع الى دورها مرة اخرى الحزاب زي الوفدة او التجمع او الناصري او العمل او الاحرار فبالتالي انه لهذه الحزاب تعود مرة اخرى دورها الحزاب الجديدة يعني فيه حزاب كمان متخصصة انها كمان تعود الى دورها وانا 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 شايفها انا ثلاث رأساء حزاب وده برضو مش هاين بيتنافسوا في انتخابات رئاسية فسوف تستفيد الحياة الحزبية في مصر من هذه الانتخابات انها تعود الى الساحة مرة اخرى وانا تمارس دورها في تحت الشهار الوطني ومن اجل حماية هذا الوطن لانه مش مسألة ان انا حزب ان انا ضد يعني لا بالعكس يعني كلنا بنكمل بعد وكل واحد له دور الوطن فيه المجتمع يعني كلنا مصريين وطحت رأية العلم فبالتالي ان كل حزب عليه دور في ده يعني والادوار اللي غابت على الحزاب يعني انا نتعود مرة اخرى عشان ما نتركشي الساحة يعني انه الشباب ده كل يكون خارج الاطار الحزب او خارج اطار المشاركة السياسية ده يشكل خطر بالتأكيد على الامن الوطن وعلى الوعي المصري بشكل عام فاعتقد ان المرحلة القادمة باذن الله يكون هناك يعني يعني زي بقوله دفقة ويعني دور للأحزاب في المرحلة القادمة ويكون هناك حياة سياسية غنية تستطيع انها تسد الثغرات والمنافذ امام اهل الشر ان شاء صحيح سيد ايدا ايضا الدولة المصرية الحقيقة على مدار الفترة الماضية رهنت بشكل كبير جدا على الشباب وعلى الاستثمار في الشباب وفي وعي الشباب والحقيقة ممكن من تحديدا كمان بعد احداث الحرب على قطاع غزة يمكن مصر واضح انها كسبت هذا الرهان شفنا يعني بشكل واضح جدا وعي الشباب المصري وخوف الشباب المصري ويمكن تفهمه وادراكه بابعاد الامن القومي للدولة المصرية لعشان كده كان موجود بهذا الشكل في اليوم الاول عملية الانتخابية سؤيل حضرتك لأي مدى دولة المصرية على مدار الفترة الماضية ادرت انها تستثمر بالفعل في الشباب المصري وتنمية وعي الشباب المصري وتعزيز الهوية المصرية والانتماء للوطن في وقت احنا كنا متخوفين منه بالتأكيد يعني انت الفترة اللي فاتت دائما من الرئيس عفتاح السيسي كان يركز دائما فيه كلمته على الشباب ولم تكن مجرد بس يعني خطب او كلمات دا ما كان واقع عملي احنا شوفنا منتدى العالمي للشباب والله بعد كده تدى الشباب العالم والله انبثق منه منتدى الشبابية المحلية في اسوان وفي القاهرة وفي الاسماعيلية دا كان برضو بوطقة يعني يلتقي فيها الشباب سواء في مصر او الشباب في مصر ومع شباب العالم اصبحت هناك هيئات وطنية لتدريب وتخريج الكوادر الشبابية اصبح اعتماد على الشباب انت بتشوف دلوقتي المساء الله النواب في مجلس الشعب يعني كلهم من الشباب فيه مناصب كثيرة جدا بدل الاعتماد عليها تمكين الشباب طبعا فاسألت تمكينه كان هناك عام للشباب لانهما الشباب هم المستقبل يعني خلينا شيئنا ما بينه يعني هما المستقبل فبالتالي عليه انه يرسم ملامح الشباب عليه ان يرسم ملامح مستقبله من الان فلذلك الشباب وكمان اكثر الفئات الامرية تفاعلا مع احداث الوطن ومع القضايا الوطن فلما شفنا ما حدث في غزة ومن المخططات بقى والمؤمرات اللي بتحاك بالوطن شفنا ازاي ان الشباب والمصريين عموما تساموا وتعالوا فوق يعني معانتهم الاقتصادية والأسعار عشان حدش بقول احنا بتكلموش والأسعار قول الأسعار في صالح المصلحة الوطنية العامة وعلى فكرة دي جينات الشعب المصري صحيح دي سيمة عامة على فكرة في الشعب المصري ودائما بقول يعني الجيل ممكن انا كنت لسه صغير جيلنا اللي شاف من 67 ل73 يعني معاناة لم يشاهد احد ولا نتذكر منها شيء الان سوى ان احنا انتصرنا ان احنا كنا بنتحمل معاناة شديدة جدا يعني ما بس معانا او عشت بعد ما نمح على ما تذكر ان كانت مرحلة في غاية الصعوبة محدش يتذكر يعني افتكر ان احنا كنا عاشين في بغدال لا كانت في غاية الصعوبة وحياة قاسية وتقشفة كل ده كان عشان حاجة واحدة فقط لغير لرد الاعتبار وتحرير الارض والانتصار في 73 لان نتذكر الا الانتصار وبالتأكيد لما مصر خدت هذا الموقف الواضح من ما يحدث في غزة اعتقد كان موقف يعبر عن ملايين المصريين في الداخل وفي الخارج وكان هو الموقف الحكيم الواسق والمعتمن على ارادة وعلى قوة ليس على ضعفة بالتالي انه كان هناك ثقة وتأييد ودعم للقرار الرئاسي المصري في مواجهة ما يحدث وثبت فعلا سلامة وحكمة الموقف المصري الذي تبعه العالم من بعد ذلك من ما يحدث هي مجزرة وهي حرب إبادة وهي مخطة تهجير قصر ترفضه مصر وصفة ترفضه لانه ده خط أحمر ده عبر عن المشاعر الوطنية اللي هي بتفيت ومثل هذه الأقل ترجمة نانسي قنقر